اللي من مكان هاي مال علاقة الهراب اعمى وحاجة الدولة لكن تسألني هل لابد من اعادة النظر في القانون الحالي اقول كلا لابد من تجميله لابد من تجذيبه لابد من وضعه باطار معين ما هو هذا الاطار الذي تقترحه استاذ طارق وينبغي ان لا ننسى مع تطريق سليم للقانون استاذ طارق انا مضطر لقراءة نصوص من القانون حتى استفهم من حضرتك واستعلم اين المفاصل التي يمكن تجذيبها وتعديلها يعني قانون مثلا العنف او التهديد الذي يهدف الى القانون اي مفاصل المشروع ارهابي منظم فردي او جماعي استاذ شنو اللي تعدل مثلا ترفق قضية الرعب وتخلم مكانها الراحة النفسية شنو شنو اللي غيره لا 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 اخلي فقط قانون الارهاب ينطبق على عمليتها اللي المفخخات تمام لولا حضرتك الان الارهاب من يشير قتل حتى وان كان ينطبق واحكام قانون الارهاب استاذ ويكار ويصدر الحكم بالاعدام على قانون الارهاب لكن الناس من السئلة فلان قتل فلان منطقة ما يقول لك ها جريمة ارهابية يقول لك جريمة قتل لكن بما ان الحكم يصدر في كل مادة اربعة ازداد عندنا عدد الجرائم اللي يصدر عليه في قانون الارهاب في حين لا بد ان تنصر في احكام قانون الارهاب الى الارهاب الحقيقي اللي مثلا جنابك اللي ما تفضل بمعالي النائب الاستاذ الصالحي نعم مسألة خطف وابتزاز في منطقة معانختون شخصية معينة بقصد تخفيف المكون كله بقصد احداث ضجة تأثير نفسي اعتباري يشل العمل في هذا الارهاب يعني لما تختير الاستاذ جامعة او تختير طبيب مع الاطباء يعزفون يهربون هذا العنف اللي يشكل الارهاب لكن قتل عادي خطف عادي تمام له لحضرتك نعم يعني قتل عداوة انوياك ما لها علاقة بالارهاب طيب هو شنو المشكلة استاذ اذا ضمن هذه الفقرة الخطف اذا ضمنت في قانون مكافحة الارهاب او ضمنت في قانون اخر شنو يعني رح يخفل حكم لا 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 يخفل حكم لا اوضح بمكانها الصحيح هذا مجرد يعني تسميات مكانها الصحيح فقط تسميات استاذ طارق مكانها القانون الواضح اخليها بس على المفخخات على المتفجرات والتسمية هي المشكلة التسمية يعني المصطلح لا بو تسمية عفوا لا فعل الرقم المادي للجريمة موضوع الجريمة يجب ان يحدده نهائيا ليس بألفاظا او كلمات او عبارات نحو ما تفضلت وإنما المقصود بها الفعل الإرهاب على المفخات طيب أستاذ يعاقب بالسجن المؤبد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخصاً إرهابياً بهدف التستر هذا أين تخلي؟ يا سيد الكريم هذا أساساً طرم أن العقوبة ليست بعقوبة إعدام فيعاقب بالسجن المؤبد ممكن استبلال به والنزول طبقاً للصراحية المقررة للمحكمة مجبقة العقوبات إلى حد خمس سنين نعم النص لكن أحياناً بقضية الإعدام يكون إشكال معين بتصور يعني أضرب لك مثل بسيط نعم ربك يروح من بغداد يصير مخبر السري بالرطبة هو أكو واحد يروح من بغداد يصير مخبر السري براوة بعانا بكباسة مهي المسألة يعني يجب أن ناقشها مناقشة يجب أن نحتكم إلى العقل أما الصراحين والدقاقين وهزازين رؤوسه هاي مسألة أخرى يجب أن تكون يعني مجلس النواب الموقر درس هذا الموضوع طيب وأعتقد طالما أن هناك اتجاه الاتجاه يطلب الإلغاء واتجاه يطلب الإلقاء إعادة النظر بالقانون بشكل ينصرف أحكام الأعمال الارهابية الصرفة نعم فتكون ترضية للطرفين طيب الطرف الذي يطالب الإلغاء والطرف الذي يطالب البقاء ينبقى للقانون وأقول الغانة ما كان يشين هذا القانون من التطبيق أستاذ نشوف بالله رأي ردة فعل النواب أستاذ عبد أنت حضرتك نائب في مجلس النواب يعني والقضية على ما يبدو أنها يعني من ناحية قانونية دستورية يعني يمكن مراجعات القوانين والدساتير والأنظمة هذا طبعا نابع من رغبة في تغيير هذه الأنظمة والقانون وكل الكتل السياسية وحتى المشرع أعضاء لجنة صياغة الدستور يقرون بضعف في عملية كتابة الدستور في ظرف خاص وأجواء خاصة يعيشها العراق وإلى آخرين طيب مجلس النواب يعني لماذا لا يفعل دوره بهذا الجانب بتجذيب وتهذيب القوانين وإعادة صياغته ووضع القانون أو الفقرة في مكانها الصحيح فضل أستاذ عبد نعم جميل جدا ولكن في ظل الضجيج الحالي ومجلس النواب ليت هذا السؤال تسأل بعد أن تأتينا مسودة تعديل أو استعراض القوانين المثيرة للجدل لدينا الآن مجموعة من القوانين المثيرة للجدل البعض يراها أن تلغى والبعض يراها أن تعدل والبعض يراها أن تبقى والبعض يريد أن تشدد هذا الموضوع الآن في ظل هذا الضجيج الكبير الآن والاستهداف لأنه لو كانت هذه القوانين المنظمة اجتماعيا ومنظمة لحالة عامة وتطرح على الناس ويأخذ الخبراء خبراء القانون المستشارين دورهم بهذا الموضوع ويقدموا استشارات حقيقية بعيدا عن اصطفافات لا مذهبية ولا قومية ولا حزبية عند ذاك الحال يكون مجلس النواب يصل بطريقة مريحة لكن نحن نموصل نرجسي أستاذ عابد نعم نتحدث عن حالة نرجسية لحد يتحدث بفئة ولا حد يتحدث بطائفة ولا حد يتحدث بكتلة السياسية هذا حالة نرجسية أعتقد في ظل هذا ليس مستحيل لو كانت هناك وحدة للتشريع تكون موجودة تشرع القوانين يتراجحها تكون بعيدة عن التأثيرات لكن نحن الآن أبسط القوانين وانتم السياسيين منطقتوا مجال التكنقراط أستاذ عابد نعم السياسيين الكتلة السياسية منطقت مجال التكنقراط يعني ما انطقت مثلا جابت ناس تكنقراط ووضعتهم قلت لهم تعالوا شرعونا قوانين وطلنا استشارات فعلونا دور الوزارات كتلة السياسية مجرد أحزاب فازت في الانتخابات وقسمت مؤسسات الدولة حصص بيناتهم موضوع يعني هذا حديث يطول ولا نعرف من أين نأتي ونبقى نتلاوهم للصباح يعني البيضة من الدجاجة والدجاجة هذا الموضوع الكتلة السياسية اللي جابت أو الناس اللي جابوا الكتلة السياسية الدولة لكن هناك راعي ورعاية أبوية كبيرة هي السلطة هي الدولة هي التي لديها كذلك لدينا القضاء ويفترض القضاء الذي يرى في هذه القوانين كذلك هو قسم منها يذهب إلى مجلس النواب اللجنة القانونية في مجلس النواب عندما تكون ولهذا قلت وحدة تشريع بعيدة عن المحاصصة بعيدة عن اتجاهات السياسية تكون وحدة تشريع تقدم وتراجع القوانين هذا ليس مستحيل لأنه الآن نتخاصم وتسنع على موضوع لم يأتي بعد وكان يجي إلى مجلس النواب الآن مسودة مشروع قانون بهذه القوانين المثيرة نقول مطالب المطالبين محترمة والمعترضين محترمة ولكن دعونا نراجح ماذا يفيد وماذا لا يفيد نأتي بقوانين العالم بالدول البعيدة القريبة المجاورة ذات الصلة بموضوع الذي نتحدث به اليوم ونستعرضها كذلك في مجلس النواب أو غير مجلس النواب ونقول هذه قوانين الدول وبهذه الطريقة حموا بندالهم حموا شعوبهم دعونا نحن كذلك طيب أكو حراك في هذا الاتجاه أستاذ عبد نعم أكو حراك في هذا الاتجاه الحراك أعتقد هي الأزمات أحيانا تولد الحراك حديثنا هذا سيولد الحراك سيعطي جميع مسؤوليتهم نحن نتحدث الآن عن أوضاع خطرة والأوضاع الخطرة ووضع العراق ليس أرض للمجازفة ليس من حق أحد أن يجازف بالوطن وبالشعب ليس أحد يمتلك الوصايا الكاملة يا أخي الموضوع بعد أن وصل إلى الحد الآن الذي نتحدث به والخطر الذي نستشعره يجب أن توضع كل الأمور على الطاولة الإعلام أنتم عليكم مسؤولية القضاء عليه مسؤولية المشرع عليه مسؤولية الدولة اللي هي المسؤولة أو السلطة حقيقة رعايتها الكاملة ليس خجل أن نقول نأتي بكل شيء ونضع على الطاولة كل القوانين كل اللي أنت الآن تشكو منه نجيبه الناقشة وعند ذلك يمكن تسحب البساط من الجميع عندما يصلون إلى قناعات أن هذه القوانين المشرعة هي تحمي أكثر ما تضر أن العملية الجراحية التي تجرى للمريض قاسية ومؤلمة لكن بعدها يكون يتعافى يتشافى من الوضع شكرا لك أستاذ عبد أنتقل أستاذ أرشد الصالحي أستاذ أرشد يعني يعني يبدو أن العملية سهلة إذا ما تجردنا عن القومية والمذهب والدين والحزب والكتلة ونعمل تحت راية واحدة راية العراق ويكون هدفنا واحد هو هدفنا العراق من الممكن أن نتوصل إلى حلول معينة كما تتفقد تحضرتك ويما ذهب إليه الأستاذ عبد خضر الطاهر وكذلك ما عرج عليه فنيا الأستاذ طارق حرب في أن القوانين والأنظمة هي قابلة للنقاش والحوار لا سيما أنه كتبت في ظروف يعني استثنائية هل تعتقد أن مجلس النواب من الممكن أن يحقق خطوات فاعلة باتجاه حالة الأوضاع من خلال طرح القوانين ومناقشتها تفضل أنا أتمنى أن نكون واقعيين حتى نقدر ننطيفة ملحوظة لعموم الشعب والشعوب اليوم لا يخدعون لا بكلمات أرشد الصالح ولا بكلمات ولا بالجمل الذي يطلقه الآخرين الناس اليوم تتابع فضائيات أخبار وقوانين أقول بصراحة أنا أرجو أنه لماذا قلت في البداية أنا أتكلم بصفتي نائب عن كاركوك ولكنني مدافع عن أيضا القائمة العراقية وعن مطالب المتظاهرين سواء كان بالغرب أو بالشمال أو بالجنوب نعم أقول بصراحة الإرهاب عندما نتحدث عنه بالعموميات قد يفسر البعض بأننا لدينا مغزى فيها ولكن الصياغات القانونية نعم التي هي الآن من صلب العمل النيابي والذي نحن لا نتمكن الآن من التقدم حول تعديل نقطة معينة في أحد القوانين لأن كتلة سياسية تفسره بأن هذا التعديل هي ضده هذه العقلية الموجودة الآن ينبغي أن تزال طالما هذه الحكومة إذا كانت حكومة توافق سياسي ونحن شاركنا الجميع شاركنا ينبغي أن تبنى الآن القوانين بهذا الشكل وإلا سنصطدم بواقع مريف وإلا لا نتمكن من تعديل القوانين أنا أعطي على سبيل المثال أحد التعديلات المهمة الذي ينبغي كان أن يعدل بدل من أن يعدل قوانين أخرى لم يتم تطبيقهم قانون هي الدعاوة الملكية لعام 2009 أعتقد 2005 2006 هذا القانون في وقتها عندما تم صياغته بشكل لحد الآن تطبيقاتها على أرض الواقع غير مجدية وعندما يتقدم عندما تتقدم جهة سياسية لتعديل فقرة بسيطة معينة منه نرى بأنه كتلة سياسية نيابية داخل مزلس النواب تقف حجر عثر أمام كل طلبات المواطنين لأن هناك جهة سياسية مؤثرة على العمل ويظلم الآخرين على حساب هذه الجهة السياسية طيب ينبغي أن تتزار طيب أستاذ أرشد يعني عذرا الحقيقة حضرتك أشار في القوية أن هناك مشاكل في تطبيق الأنظمة والقوانين فضلا عن المشاكل والثغرات الدستورية في الدستور نفسه يعني أنت بالتحديد لو سمعته باختصار لأن الوقت لم يدركني أنت حضرتك يعني تؤشر إلى خلل في التطبيق أم خلل في القانون نفسه لا أولا أنت أشرت إلى الدستور وإلى القوانين الدستور كتب في وقت عازل وإعادته وتعديلاته أمر مطلوب هذا ما ممكن أن نناقش عليه وبعض القوانين التي صدرت في وقت معين نعم بحاجة إلى تعديل ولكن التطبيق السيء لهذه القوانين في بعض المناطق تثير الاختلاف عن مكون معين ولذلك نصل إلى هذه النتيجة وعندما تقول جنابكم بأننا علينا أن نتزرد من القومية ومن الطائفية نعم لنتحدث بشكل الرأي العام العراقي أنا أقول بصراحة لا أريد أن أجزم القضية في قضية المكون هذا الشعب التركماني دفع فاتورة الوطنية ماله واليوم يستهدف دفع عندما طالما بوحدة العراق دفع الفاتورة عندما لم يقبل بالفدرالية دفع الفاتورة عندما لم يقبل بالأقاليم واليوم الكل تطالب بالأقاليم وبالفدرالية وبالإقصاء المتعمة لمكون معين أنا كنت أتمنى من الجميع أن يتكلم بلغة الوطنية ولغة العراقية وهذه الخيمة نعم خيمة كبيرة تزمعنا جميعا ولكن ليس فقط في الشعارات وإنما في التطبيق عندما نأتي إلى داخل البرلمان لا نشاهد أن هناك فعلا جهات تكاد تكون قومية أو طائفية ولا تريد الخير إلا لفئة معينة والدليل ما يحصل الآن أستاذ أرشد يعني عذرا عذرا مضطر لمقاطعتك مضطر لمقاطعتك أستاذ أستاذ أرشد مضطر لمقاطعتك عذرا يعني الوقت ما أدرك لكن أنا فقط تعقيب بسيط عندي يعني وحسب معلومات متوفرة لدي أن مسألة الإرهاب فأعتقد يا أستاذ أرشد التركمان والعرب والأكراد وكل الأذيان وكل المكونات هي متأذية من الإرهاب أما مسألة الخدمات فالجنوب والشارق والشمال والغار كله متأذية من الخدمات وخدمات مزيانة أما مسألة التوظيف فهناك عشرات الآلاف من حملة شهاداتهم ومعتهم وظائف من الجنوب ومن الوساط ومن الشمال ومن الغارف فالمسألة ليش نحولها نحاول قدر الإمكان نقول التركمان مظلومين الغربية مظلومين الجنوب مظلومين هو هذه تركيبة الدولة المؤسسة مالتنا هي ضعيفة ما زالت تحبو لا تستطيع أن تلبي كل حاجات المجتمع الآن نتحدث نحولها إلى قضية قومية وطائفية ما نقولنا من البداية نريد أن نتحدث عن العراق لكن أعتذر أستاذ أرشد أستاذ عبد لو سمحت لي بنصف دقيقة أن تتحدث لي عن إمكانية أن تطرح هذه المشاريع القوانين ومناقشتها والخروج بنتائج إيجابية باختصار إذا طرحت في مجلس النواب أعتقد ستناقش بإيجابية من يطرحها من يطرحها أنت سألتني لو طرحت لكن من يطرحها العرادات السياسية غير المتفقة على هذه المسائل هي سبب تأخيرنا وهذا اللي ذكرت أنت قبل القليل مثلا أنا في إحدى مدخلاتي قلت التركمان يشعرون بالمظلومية والأكراد بالمظلومية والشيعة مظلومين والسن مظلومين والكل مظلومين أنا أريد حقوقي لحامل هوية عراقية فقط هذا هو المطلوب أشكرك أستاذ عبد أستاذ طارق بربع دقيقة تفاؤلك بإمكانية مناقشة القوانين تفائل المجلس النواب الموقر بعد الغفوة رميتي كرة في مجلس النواب يعني أمامنا حضرتك قالوا لهية مسالة والعدالة قالوا الإرهاب نحوما تبطل قالوا العفو نصل إلى حلول وصف يعني كل كتلة تتنازل على بعض مطالبة يعني مثلا بالعفو يا أستاذ أرشد الصالحي أشكرك أستاذ طارق يا أستاذ أرشد الصالحي يا أستاذ عبد يا بقية الجميع ولا تجيبون قانون جديد ولا تصرون على تنفيذي في القضية قابلة للنقاش في النهاية أشكر ضيوفي الأكارم الأستاذ أرشد الصالح النائب عن محافظة كاركو كما يحلو له انضممت إلينا من بغداد شكرا جزيلا لكم والأستاذ عبد خضر الطهر النائب المستقل شكرا جزيلا لك والخبير القانوني الأستاذ طارق حرب شكرا جزيلا انضمامكم إلينا في هذه الحلقة من برنامج مفترقات مشاهدين الكرام أشكروا لكم حسن المتابعة نلتقيكم في حلقات مقبلة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة